لماذا لم تكتبوا لنا قصة اغتيال بوذياف؟ الرئيس بوذياف اللي جابوه من المغرب الشاحيغت وأصبح رئيساً بعد أن كان يبيعوا طوبة في المغرب سحتوه في سواسون دو جابوه في الليزاني كاتر فنديس وقتلوه بوذياف لو ديغا من جحرين مراتين خالصي جابوه خسكو كانوا زمنوا بشخصية تاريخية قالوا له أرواح فرقوا متعووا قالوا ما من جيش قالوا له أرواح قالوا ما من جيش قالوا سي جي كيفا قالوا بكرية اللي استعمار الفرنسي تيواري بوزيوي باشنا نخرجوه ذكر أنا محتلين ذكر جزيرة أي بحاجة إليك أي جزيرة بحاجة إلى الأبطال مثلك فريفاراوه لي مدد شهر نفخوه 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 حتى نقلموا جابوه في طيار عطاوه دقلوه البن ولا رايس ولا يلبس كوستيمات تع فرنكوس مالطوه ألسي محمد و هارون ذك المحامي الحكيم قالوا قلوم قبل أن نقوم لتعرف من أثناء 3 مليون في اللقاء الناسات الثمين و هارون الداعيش 3 مليون في الأنسان بعد أن تتكلموا فريفاراوه قبل أن ننحي في الحلسي الغراء گلوه سيطلب و نحن نصنع وتعرف والذي يحسك فيهم واحد واحد والذي يقول للقنوات الفرنسية خافوا من القنوات الفرنسية والذي يقولون باللي Moi Je pars en guerre contre la corruption قالوا أنا أعلن حرقة على ملفات الفساد والمفسدين في الجزائر والقطرة التي أفضت الكأس زوج ابنه زوج ابنه في المغرب قاتي العائلة أكل عيشة في المغرب إي با قالوا مروح المغرب ما حظر العب ستعبني أبا سيكاتورتي تاريت يتعبني قالوا له ما ترحش قالوا دقاكة الزيدان ما ترحش تنرفع قالوا ما تتخلوا ليش في شعوني الخاصة وراح للعرس با العرس أليكس قام لغالي لأول مرة في تاريخ الإنسانية قالوا بريزيدان يروح او فيزيت أوفيسيال العنباء ولافاي يدزلوا واحد ما كانش في الفارق تالحيا راسة بو معرفين أبو معرفي كانوا يتبعوني في موائي في موالفاص وحد الجنين قال لهم يجب أن تلقوا لي واحد يحب الجزائر ويموت على الجزائر وقابل لكي يموت على الجزائر وقالوا له أبو معرفي سي البروتوتيب تب أبا جابوه قالوا له الفرنسيين يأثروا على الرئيس الجمهورية مسكيدة هوانية يأثروا عليه لكي يبيعوا البلاد يقسموها أبا هكذا قال الجوج الجوج قال بو معرفي قالوا له أختيته قالوا بشمي خمجوش قالوا الإمبريالية والأهد الخالجية كان رح هنا أثروا عليه ويكسموا البلاد هكذا قتل أبو دير من وراء ستار رب يا رحمه الجزائر تسير من وراء ستار خواتي لماذا لا تكتبون لنا هذا التاريخ حتى وإن كان مرا لازم تكتبون لنا وتكتبون أولادنا حتى وأخطأتهم وأخطأنا لازم أكتبوا تاريخنا لماذا لأن الجزائر بحاجة إلى تاريخ حقيقي وصحيح ترجمة نانسي قنقر